تويج المهاجم الدول الجزائري رياض محرز بلقب منافسة دور أبطال أوروبا رفقة ناديه منشستر سيتي الإنجليزي يوم السبت الماضي على حساب المنافس إنتر ميلون الإيطالي وأقصى المدرب الإسباني جوزيب غورديولا نجمه الجزائري رياض محرز من المشاركة في نهاء منافسة دور الأبطال وحرمه من حلاوة لعب المشهد الختامي للمنافسة القارية وبعد أن أثار الجدل بعدم إشراك محارب الصحراء ولو بديلا في النهائي تداول ناشطون كثيرون مقطع فيديول المدرب الإسباني مع لاعبه رياض محرز بعد نهاية المواجهة وقبل الصعود إلى منصة التتويج لرفع الكأس بحث غورديولا عن نجمه محرز فوق أرضية الميدان وتوجه إليه وعانقه عناقا حارا قبل أن يتلفظ بعبارات في أدنه مما أثار الجدل بين الكثير من الناشطين ورأى البعض أن المدرب الإسباني توجه لعناق محرز بتلك الطريقة في محاولة لإرضائه والاعتذار منه بطريقة غير مباشرة إدراكا منه بأن فنك الصحراء غاضب من عدم مشاركته في النهائي وقال كثيرون إن عناق غورديولا لمهاجهمه الأيمن الجزائري أمر عادي بما أنه قاسم جميع لاعبه فرحة التتويج بلقى بدور أبطال أوروبا بالإضافة إلى أن محرز يملك مكانة خاصة لدى مدربيه ولم تقتصر خرجة غورديولا المثيرة للجدل تجاه رياد محرز على عناق حار بينهما عقب نهاية المباراة بل جلس بجانبه على منصة التتويج قبل أن يقف معه أثناء رفع القائد غوندوغان للكأس وتسأل البعض عن اختيار غورديولا الظهور بجانب محرز أثناء مراسم التتويج في وقت كان قادرا على الوقوف في الجانب الآخر أين كان البلجيكي ديبروين يقاسم رفاقه فرحة الفوز باللقب الأوروبي وجاء الجدل بخصوص ما فعله غورديولا مع نجمه الجزائري استنادا لتصريحات سابقة له في أحد المؤتمرات الصحفية عندما كشف أن لاعبه الجزائري يغضب منه دائما عندما لا يشركه في المباريات كما قال غورديولا وقتها إن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز يغضب منه أيضا حتى ولو أشركه بديلا لأنه يريد المشاركة أساسيا في جميع المواجهات وعلى مختلف الجبهات ترجمة نانسي قنقر